قال النطيق باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة حماسا مقاتل المقاومة استهدفت 335 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان و33 آلية في آخر 72 ساعة مشيرا إلى أن المقاومة نفذت خلال أيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات أوقعت قتلى في قوات الاحتلال وعلنت المقاومة اليوم استهداف آلية عسكريتين للاحتلال الإسرائيلي بعد اشتباكات عنيفة في محاور التقدم شمال قطع غزة وأشارت كتائب القسام احتدام المواجهات على محاور التوغل من بيت حانون إلى جبالها وجحر الديك وحي الزيتون ومخيم الشاطئ